ساعة دلوقتي تمانية معاد موجز لأهم الأنباء مع دينا اتفضليدي شكرا لك يا منا أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم صراحة المستشار أحمد منع الأمين العام لمجلس النواب بأن مجلس النواب مدعو للأعقاد في جلسة طارئة اليوم وذلك لنظر أمر عجل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع الأسبوع المقبل على مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار ينظر إليه على أنه أكبر حزمة مناخية في تاريخ الولايات المتحدة ويهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحلية وخفض أسعار الأدوية والرعاية الصحية وتكاليف الطاقة هذا وأكر الكونجرس الأمريكي في تصويت النهائي خطة بايدن الضخمة للمناخ والصحة حيث دفع الديمقراطيون بغالبيتهم في مجلس النواب باتجاه إقرار هذه الخطة بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعات أيام أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أوكرانية تتحصل في المباني السكنية بمناطق مقاطعتي خاركيف ونيكولايفا جنوب وشرك أوكرانيا وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخايل ميزنساف إن وحدات من القوات الأوكرانية تمركزوا في الطوابق العلوية والصفلية من المباني السكنية في خاركيف التي تم تحويلها إلى مستودعات للأسلحة والذخيرة ومرابد للدفاع الجوي على أسطحها مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية ووحدات الدفاع المحلي تقمع السكان وتمنعهم بالقوة من مغادرة المباني التي تتمركز بها وذلك على أحد تعبيره نفت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون أن تكون أسلحة أمريكية قد استخدمت لمهاجمة قاعدة الجوية الروسية في شبه جزيرة القرم مشيرة إلى أنها تجهل أسباب الانفجارات التي شهدها الموقع وكانت انفجارات دوات الأسبوع الماضي في قاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم وقد أدت الانفجارات إلى تدمير ثماني طائرات ومغزونات ذخيرة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات قال الجيش الأوكراني أن مرفعيته أصابت مستودع ذخيرة في روسيا بالقرب من جسر رئيسي في الجنوب وأكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا أن القوات الأوكرانية تملك الآن القدرة على قصف جميع خطوط الأمداد الروسية تقريبا في هذه المنطقة بأسلحة بعيدة المدى مشينة إلى أن الهجوم أصفر عن خسائر روسية في المستودع الواقع في قرية فسلة التي تبعد نحو 130 كيلو مترا عن محطة ذابورجيال للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا قالت وزارة العدل الأمريكية أن أفرد مكتب التحقيقات الاتحادي FBI الذين فتشوا منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية وقالت وزارة العدل في طلابها بالتفتيش أن لديها سببا محتملا للاعتقاد بأن ترامب ربما يكون قد انتهك قانون التجسس الاتحادي الذي يحضر حيازة أو نقل معلومات الدفاع الوطنية وأضافت الوزارة أن لديها مخاوف من أنه ربما يكون قد انتهك العديد من القوانين الأخرى المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات الحكومية بما في ذلك قانون يجرم محاولة إخفاء أو إطلاف الوثائق الحكومية بغض النظر عما إذا كانت سرية ورياضيا تأهل منتخب مصر لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما إلى كأس العالم بشكل رسمي بعد الفوز الذي حققوا على حساب منتخب أنجولا في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقامة في مدغشكر حاليا ويتأهل إلى كأس العالم مباشرة المنتخبان المتأهلان إلى نهائي بطولة إفريقيا وهو ما حققه منتخب مصر بالفوز على أنجولا في نصف النهائي بنتيجة 67-57 وقدم شباب الفراعين مباراة قوية أمام نظيره الأنجولية وبهذه النتيجة ضمن منتخب مصر رسميا تأهل نهائيات كأس العالم المقبلة في المجر ويواجه منتخب مدغشكر في نهائي بطولة إفريقيا غدا الأحد ختام موجود الثامنة فاصل وعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة